اشتركوا في القناة وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من القل يقول يا وقبل ما تقول مدى بي تسلم لي على الحجة البركة تعي القل خلتي مسعودة من القل ربات ولادها وتعبت وأحسنت تربيتهم على الفصاحة والأخلاق واحد من ولادها يخدم سائق طائرة سائق طائرة أخلاق تربية استقبال يعني آية من آية الله في الأخلاق والتربية الفضل يرجع لك يا خلتي مسعودة على القل والله أسأل الله أن يملأ بيتك بالخير والبركة أسأل الله أن يحييك على لا إله إلى الله وأن يميتك على لا إله إلى الله وأن يحشرك مع أهل لا إله إلى الله سائل من القل يقول أنا مريض بالسكري وقد نصحني طبيبي بتنشيف الأعضاء بعد كل وضوء ولكني سمعت أحد المشايخ يحرم مسح الأعضاء بعد الوضوء هذا هو أبو خليطة على القل أو عندكم في القل أبو خليطة صحيح نعرفه على بالي هذا هو والي وخلط لكم الدين واتجلطه لكم كي ولت واحد مريض بالسكر ويخاف ينجح وطبيب تاعه يقول له عليك أن تمسح أعضاء الوضوء بعد الوضوء ويروح لأبو خليطة يقول له حرام مين جبت أبلي حرام أنا أتحداك أتحداك تجيبنا آية ولا حديث صحيح باللي حرام على بالكم مش مول الحرام بالعقل بالعقل أهد نروحكم الحرام ما فيه نص فيه نص ربي واش يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجسون من عمل الشيطان فجتان بور فعل أمر وفعل الأمر هو طلب التركي فوراً للوجوب هدو حرام أما واحدهم سهل أعضاء تعولي أنه مريض بالسكر يروح لأبي خليط يقوله حرام وإن صبتها حرام وإن قال ربي حرام وإن ريّا إما عندكم ما آية مخبينها علينا أو أحاديث مخبينهم علينا لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الوضوء فما صحة ذلك وكيف أفعل عليك أن تفعل بما أمرك الطبيب اسمع واش قال لك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام مالك في المدونة لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء اسمع لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء هذا واش قال لك الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوشكوا أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم إبل في طلب العلم لا يجدون أعلم من عالم المدينة وفي شروح خليل يقول الشروح تأسي لخليل كلهم الإمام الحطاب الخرشي القرافي الدسوقي يعني الرهوني يعني شروح خليل قعم التفقين يقولوا ولا يندب ترك مسح الأعضاء ولا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها وأكيد هذا أبو خليط الدافتالك من هذا الحديث ليه هو ما فهموش هنح نقرأ باش نفهموه يقول الحمد لله دوك التعليم انتشر والثقافة انتشرت والكتاب انتشر والقلم انتشر والناس ولا تفهم وخلاص لك وخلي خدعوا الناس ما يعرفوش أميين قاعدت قدرت عرفوا الحقيقة غير ولا أغلقت عقولكم ورحت لأبو خليط أي دمركم حياتكم أسمع الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم وفيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده رواه مسلم قال العلماء هنا حديث فرده يعني النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجله جاب له منديل قالوا ما كان له ومشي معدها حرام ما كان له هذا كل نهار ما كانش حاب يمسح رجليه بدليل أنه جاب له المنديل أي أنه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح رجليه بالمنديل وإلا ميمونة ما تبعتلوش المنديل وما تعطلوش المنديل فلما كانت عادته يمسح بالمنديل جابت له منديل في ذلك اليوم فرده قال ما كان له بل كانت سخانة كبيرة لكنها فالضل يقعد المشمخ ينشف بالحرارة فالترك ليس دليلا فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك شيئا مشي دليل بلي حرام بدليل أنه جاب له الضب وحد الحيوان يعيش في جزيرة العرب ضب وقلعه يعيطه له الخلد والله أعلم النبي لما جابه له المشوي عافه دلناه بيده عافه سينا خالد بن الوليد قال له حرمي يا رسول الله لا 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 قالوا لا لا ولكن نفسي تعافر إنه ليس بأرضنا فنفسي تعافر قال خالد بن الوليد فأكلته ورسول الله ينظر فأكلته ورسول الله ينظر هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا الترك ليس دليلا وإنما لابد من النص على تحريمه ولذلك ربي يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شفت وما نهاكم لابد من وجود نهي وما نهاكم معنتها إذا ما نهاكمش وسكت ولم يقول شيئا كيف الجن تتحرم النبي عليه الصلاة والسلام جابل المنديل فرده ما حبشي بسحب السربي ما قدش حرام جاء أبو خليط قال حرام فأنت قد بدعت شيئا لم يبدعه رسول الله ما لنت لدية البدعة فهمتوا أما لا يا مريض السكر امسح كما قال لك الطبيب ولا شيئا عليك سلموه لنا سلقول يا درال قل كيف راهي هذه القل آية من آيات الله في الجمال القل آية من آيات الله في الجمال الجبال الخضراء لفيها الفلين والمياه الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط ولكن الشركات كانت عندهم شركة وحدة للفلين كانوا يخدموا فيها بلغني أنها غلقت الشباب أو قاعد الشباب أو قاعد لكن بعض المستشفيات والمراكز التي تعالج المجانين فالصيف يليموا المجانين ويدهم يطلقوهم في القل فالطرقات في الشوارع بشي جوزوا الصيف في القل لماذا يفعلون هذا؟ لا ندري الشباب تعال قل في حاجة إلى شركات في حاجة إلى عمل في حاجة إلى وظائف ما روش في حاجة إلى مجانين تروحوا ترموهم في الطرقات وتخلوهم تخبوهم في القل حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل